بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذاذا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضى من سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من حسات لنذيقهم في أيام من حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أحزاء وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتنوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا فاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغرفي لعملكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله من النار له فيها دار القرد جزاء بما كان بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزه فاستعذ بالله إنه هو السبيع العليم ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لهم بالليل والنار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها لما أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي موتى إنه على كل شيء قدير إن الذين ينحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل له سلم قبلك إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لقالوا لولا فصلت آياته أعجم وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عماء أولئك يناذون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه رب علم الساعة وما تخرج من سمرات من أكمامها وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضمنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس القنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عندهم للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب الولير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق قل أرأيتم إن كان من عيد الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شخاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يتب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم بكل شيء محيط